اشتركوا في القناة 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 واضحة وبالتالي بكون بادل. إذن لو حاولنا في كلام كثير جدا عن الفرق والتطوير لكن خلينا نحصر هذا الكلام في ثلاثة نقاط. أول حاجة عملية التطوير عملية علمية. عملية التغيير عملية ليست علمية. بالعقس عملية التغيير عملية عشوائية بتحدث بدون ضابط والتغيير ممكن يكون للأحسن وممكن يكون للأسوأ. واحد يغير نغير المنهي لكن نتشف المنهي الذي غيرناه كان أحسن منه لمنهج القديم زي عندنا الآن إحنا في مناهينا المؤتمر الأخير بعد ما غيرنا المناهي سنة تسعين اكتشفنا إنه في سنة ناقصة وهذه السنة ليه الضمان كانوا الناس في تكورة تطوير لكن اكتشفنا إنها ما طورت إنما أثر سلبا على مستوى التعليم. نزل ما سوى التعليم بدلا تطور. الآن مفكرين نرجع السنة مرة تانية إذن ده التغيير التطوير لم يكن علميا كان أشبه بعملية التغيير. فالتغيير عملية عشوائية ممكن يكون عشوائية ممكن يكون غير مدروس أما التقويم فدائما هو شامل وعملية علمية وقايمة على أسس محددة وأنا عارف نفسي ماشي من وين من الخطوة ألف عشان أمشي للخطوة بجذاء على خطوة جيم مش كل شيء محسوك وفي النهاية أنا أتحصل على الشيء اللي أريد أن أصلحه أو أطوره أو أسهده النقطة التانية الفرد بين التغيير والتطوير إن التقويم التطوير يتم بإرادة الإنسان أنا قاصد أطور أنا قاصد أطور نفسي إلى مستوى أحسن إلى منهج أحسن يعني التطوير يتم بإرادة الإنسان أما التغيير فممكن يتم أنا مضغوط عليه من فوق تقلقى نفسي وضعي الاجتماعي ولا وضعي المادي ولا وضعي إيه خلاني أغير أنا ماذا أغير لكن غيرتها فقط عشان أساير أو موقف معين فإذن التطوير التعملية مخصودة علمية شاملة أما التغيير فممكن يكون عشوائي غير كامل لا يؤدي إلى الأحسن يعني إلى آخر التطوير التقويم والتطوير أيضا يعني عملية محسوبة يعني إحنا قليلا في تجيب الفرق بينه وبين البناء التطوير الشيء أنا حافظ على كلياته أضيف أو أحزف منه ده تطوير يعني عندنا حنتكلم عنه شيء يعني أنه تطوير بالحسف وبالإضافة فالتطوير يمكن يعني يكون عملية محسوبة ومخصودة والتطوير يتم بإرادة الإنسان دي أهناي ده السؤال الجانا نحن طبعا في بعض الاختلافات الأخرى والفروقات الأخرى لكن دي أهم ثلاثة فروقات في عملية التطوير جانا السؤال آخر تاني عن ما الفرق بين عملية التطوير وعملية البناء عندنا شيء اسمه بناء المنهج أو تخطيط المنهج وعندنا شيء اسمه تطوير المنهج بناء المنهج ليس تطويره بناء المنهج نبدأ من الصفر ما عنده نحزف المنهج الذين كلية نشضره ونبدأ عملية جديدة دي سمع عملية تخطيط أو بناء دي ما حصلت مرة أخرى سنة تسعين حدثنا سيدا عبر ربي أمثل كثيرة سنة تسعين بعد مؤتمر المشهور بتاع إصلاح السودان في إصلاح التعليم تقرر في ذلك المؤتمر أن كل المناهج الغديمة تلغى ونبدأ عملية مناهج جديدة وبالتالي أدخلنا مناهج دخلنا فيها حاجة اسمه المنهج المحوري ودخلنا حاجة المواد ضغطناها مع بعض روطت مع بعض الجغرافيا والتاريخ الإنسان والكون في المرحلة الأساس لتغيير 180 درجة والعملية تغيير التطوير يكون 180 درجة ما نسميه تطوير أساسا من سنة وعملية تخطيط أو بناء من الأول أن التطوير فيحتفظ بجل الأشياء بس نعرف الأشياء الخطأ في الشيء في المنهج نحزفة أو نضيفة لتسمى عمليات تطويرية للمنهج إذن التطوير عملية تجديدية نسميها تحسينية أما البناء فهو عملية جزرية نبدأ بها من الصف ويبدأ السؤال هل يحضرين نطور المناهج أو دايرين نبنيها من أول جيل طيب جاءنا السؤال أيضا أنا ماشي سريح حبتين عشان أغطي لأنه عندنا أسئلة كثيرة ما هي الأهم العوامل التي يجي مراعاتها في عملية التطوير هناك عوامل كثيرة لكن برضو نتكلم عن ثلاثة عوامل هي التي يجي منها العامل الأول هو تحديد أو وضع يدنا على الشيء الذي نريده أن نطوره تحديد موقع التطوير الأخطاء بتحت التطوير الحصلت أوجه القصور ووجه القصور ونحددها ببحث يعني لابد أن أقوم ببحث معي عشان أعرف نواحي القوة والضحف طبعا نواحي القوة أبقي عليها والضحف لازم أزيله أم من أزيله دي عملية اسمها عملية التطوير إذن الخطوة الأولى لازم نحدد الأخطاء هل الخطأ في المنهج ولا فيه محتوى ولا فيه الطريقة تحت الأسازة أو الأسازة ما مدربين أو طريقة التقويم ما الطلاب يعني هناك عدة variables ممكن كلها تكون هي الخطأ وإذا عدلت الخطأ طبعا هناك بعد ما حددت الخطأ أنا عالي بالضبط أنا شنو الدائرة غير بعد ذاك أقوم بالدراسة أقوم بالملاحظة بجمع المعلومات وتحجيل المعلومات ثم بعد ذاك أقرر الوجهة الصحيحة التي يوجه لها الشيء ذاك ما حصلنا بنعمل عملية دائما بمؤتمرات دائما حصل عندنا في مؤتمر شهد 12 سنة 2012 و 12 الأخير أننا طبعا بدأنا بمؤتمرات قاعدية من الولايات كل ولاية جلست وبدأت تحلل في المناهج وبعد ذاك تجمعت وترفع إلى مستوى الولاية والولاية رفعتها إلى الخرط وإلى عملنا المؤتمر بتاعنا والمؤتمر طلع بتوصيات واضحة جدا جدا أن هناك قصور في سلة التعليمية مثلا دا كانت التوصية من التوصيات أن هناك قصور في تدريب المعلمين أن هناك قصور في أن هناك ازدحام في المواد في المرحلة السانوية وهكذا ديزا لعملية العملية بتاعة التعليمية هنا أهم العوامل إذن بعد ذاك أنا سأغير ثم بعد ذاك أنا من الأسئلة التي جاءتنا أيضا هي ما أهمية تطوير المنهج إيه هالأهمية في تطوير المنهج هذا جاء من منطقة كردوفان كبال كردوفان والمنهج تطوير كده نمسكت الكلام معا وخلي المنهج أنه قلنا التطوير سنة الحياة أي شيء تطور يبقى والحكاية يجلي سبغط الحيوانات والدوناثرات زي ما أبوزها حتى أن إحنا في قيمنا وأخلاقياتنا وتفكيرنا الحياة متغيرة وفي عوامل جدد مثلا عندنا في المناهج خلانا نفكر في التغيير الانفجار المعرفي زمان لو ريعنا 100 سنة للوراء المعرفة كانت محدودة وكانت طالب يتعلم في خلال 16 سنة يعني من المرحلة الابتدائي لحد الجامعة مثلا كان يعرف حوالي 70% من الماد المتخصص فيها جغرافيا من نقول لك باكالوريوس جغرافيا معناه أن أطلع إليه عالم جغرافيا الكلام با كان صحيح سنة 50 و 60 لأنه كان بعرف 70% من السانوي والجامعة من المادة الجغرافية دالية والتاريخية كان بعرفها الليلة نتيجة الانفجار المعرفي وآلاف الجامعات موجودة وآلاف آلاف العلمة قاعدين ينتجوا لنا مواد جغرافية كثيرة بقى شخصا من ندي باكالوريوس في الجغرافيا هو لا يعرف إلا واحد على مليون من الجغرافيا وبالتالي هل نسمي باكالوريوس وهل نسمي عالم وبالتالي بقينا أن إحنا لازم نعيد النظر في حتى التسميات بتاعنا إذن التطوير مهم عشان نراعي المواقف الجديدة والتغييرات التي حصلت في المجتمع التغييرات التي حصلت التقدم التغني زمان كان المدرسة هي الأساس المدرسة هي التي تنفي عملية التعلم الليل الطالب بيقول ما بتعلم من المدرسة طلابنا بتعلم من الفضائيات وبيتعلم من النت ويتعلم من سكايبي ويتعلم من أشياء فيها مادة علمية أكتر من المادة الموجودة عندنا في الكتب وبعرف أشياء أضعاف أضعاف التي نعرف حتى الأولاد الصغار خمسة سنين وستة سنين بيقول عرفوا أشياء أن إحنا كنا أما كنا زمان خمسة سنين لا نعرفها فهل نستمرنا على ندرسهم بنفس المناهج القديمة بنفس التفكير القديم أو السر القديم نجل القيم حتى الغيم بداعتنا كانت القيم معينة يعني لما كان المدرسة هي الأساس مثلا غرية معينة معزولة ما كان في تأثير فضائيات ولا كان في تأثير نت ولا غيره فكان الأساس هو المعلم إمام الجامع في الغرية دي والمعلم هم كانوا بيقوموا بتغيير سلوك الأشخاص لكن الآن العالم أصبح العولة مدرسة أصبح العالم هو نفسه أصبح قرية ما يحدث في أمريكا نعرفه بعد دقيقتين بس مما حدوثه وذا خلق بطل من يعلم هل أنا قاعد أعلم ولا في أشخاص آخرين قاعدين تعدين بيجي من مراطب أخرى هل سلوك الإبن بتاعي أو سلوك الطالب بتاعي أنا البحدده وبالتالي في المعري كده نحن هل نتفرج ولا نحن نبتدع بعض الأساليب اللي هي تخلينا على اللي قال ننافس إذا ما أمريك بنا نتغلبنا على ننافس عشان نخلي طالبنا يتعلم من مناهينا يعني وضعناها عشان نخلي مدارسنا فالتطوير عملية مهمة وأساسية زمان التطوير كان يحدث كله عشرين سنة ثلاثين سنة يعني الكلام اللي وضعوه ناس جريفيس في بغتر روضة ألف وتسعمائة أربعة وتلاتين ما تغير إلى سنة ألف وتسعمائة وستين تقريبا نفس الكتب صبك كتاب سوء كسب العيه لو تتذكروا اللي هو في قولد التغيطب الصديقي وإشنو كان يدرس بعد ما الإنجليس طلعه وقال الناس العبود وغيره يدرس وما يتغير لكن الليلة المعرفة نتيجة الانفجارة المعرفة تجدد كله أربعة سنين أو خمس سنين تجينا معرفة جديدة معرفة جديدة بمعنى أنه اختراعات جديدة اكتشافات جديدة هي أثرت فهل إحنا استمرنا ندرس أولادنا نفس الكلام وكانوا عارفينه قبل مئة سنة فإذن التطوير مهم جدا عشان نواكب عشان نواكب وعشان تعليمنا يكون محترم عشان كان يكون في مستوى ما يخدوه الطلاب بره التطوير ذاته يخلي الطلاب يرتبطوا بالمدرسة ولا حيستربوا التسرب بتاع الطلاب وقرها الطلاب لمدرسة لأنه الطالب يعرف إنه مجبش المدرسة يدرس أشياء ليس لها علاقة بحياته ترجمة نانسي قنقر